اشتركوا في القناة ومجلس بلدي المحرق القسم أمام سعادة وزير شؤون البلديات وزرعة وأكد المبارك أن الدورة البلدية السادسة من عمر المجالس البلدية ستشكل إضافة مهمة في محطات العمل البلدي وشدد المبارك على أن الوزارة تسخر كافة إمكانياتها للمجالس البلدية من أجل القيام بمهمها الوطنية على أكمل وجه مشيرا إلى أن المجالس البلدية وانطلاقا من كونها أحد روافد المسيرة التنموية الشاملة شريك أساسي في صنع واتخاذ القرار من خلال المساهمة في وضع اللوائح المنظمة وإقرار أولويات تنفيذ المشاريع والبرامج الخدمية لافتا إلى أن تجربة البلدية الحديثة في مملكة البحرين أثبتت نجاحها واستطاعت أن تقدم نموذجا متقدما على مستوى التجارب البلدية في العالم وأشار المبارك إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة الأرضية المناسبة لممارسة الأعضاء الجدد مهمهم البلدية عبر مجموعة متكاملة من ورش العمل والمحاضرات المتخصصة في الموضوعات القانونية والاجتماعية بالإضافة إلى منهجية التعامل مع المؤسسات والأجهزة الحكومية ساعدين اليوم حقيقة لحضور جلسة المحرق البلدي لاختيار الرئيس ونائب الرئيس مبارك لهم كلهم حقيقة أولا باختيارهم أعضاء لمجلس بلدية المحرق ومتمنين لهم كل التوفيق والسداد بيشوفون كل الدعم والمساندة من قبل وزارة شؤون البلديات والزراعة وطبعا قطاع الخدمات قطاع مهم ولا بد حقيقة الأخذ برأي الأخوان والأعضاء ومشاركتهم ووضع الخطاط التنموية لمنطقتهم ومحافظات المحرق أحمد الله رب العالمين على هذه الجلسة وكانت سلسة ولله الحمد واختيار الرئيس ونائب الرئيس طبعا نحن حاليا نستقل الوقت لنشوف الملفات العالغة أول شيء اللي كانت في الدورة السابقة طبعا الدورة السابقة كانت من أنشط المجالس اللي كانت مرت على المحرق وإن شاء الله إن شاء الله أن تكون هذه بعد الدورة إن شاء الله تكملة للدورة السابقة وإن شاء الله يعني نحمد الله سبحانه وعندنا ملفات طبعا كثيرة بس طبعا أحيان ما نقدر نعلن عنها إن شاء الله في وقتها وقاعدين ندرسة حاليا طبعا بالأعضاء اللي موجودين وبالأعضاء السابقين اللي بيعينوننا إن شاء الله